انا مرة جات لي حالة غريبة جداً مثلاً من ضمن الـ انا كلنا كل العيلة عندنا الحقيقة كل البنات اللي في العيلة كلهم ستات بيوت شاطرين جداً بنات خلاتي وبنات عماتي وكده اوه الحقيقة اوه عشان كده بروح حامل جيم على طول من كتر وكتر واذا خس فروح على برياضة مش بقى رفقة في البقي افداً ايه يا نرمين بقى فكت عاملة عزومة في بيتي هما جم قبل كده وكت شقة صغيرة فدخلت والدته والله قالت لي كده فاول مرة خلص اول مرة قبل العزومة دي جات تتقدم ايه ده انا مكنتش متصورة ان مين في ايه ساكنة في شقة صغيرة كده فانو متبصلها كده متدحكة كان في العيلة كلنا عادين فالدتي قالت لها قادي شقة مما شقة والدتها الله يرحمها وكذا كذا 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 كده تتعملي نفس كده فيلا كبيرة ده انا قلت هادخل بيت ما حصلش ايه ده؟ والله العزيم اهو حاجة من ضمن الحاجات فحين ان ابنها كان حد كويس قوي بس شخصيته كانت ضعيف ده جات لي جاي بقى مرة تانية قلنا طب انتي ليه عاقبتي عشان اونا؟ ما عاقبتوش ده بالعكس انا سبت الموضوع وهو قال لي نرمين احنا هنسافر انا كنت مفوت بنسافل ان هو كان وكنت بتحبيه كنت مبسوطة من علاقتي بيه لانه كان انسان لطيف قوي لا ما خدش صناية البسبوك لا ما خدش انا اللي ديت هالو مش جسخ يعني مش مش جسخ خلتي لدي انا اللي ديت هالو وقتك او ديتها لولدته بمعنى صح مش ليه هو جات بعد كده عملت عزومة اكله فانا ملحقت مش بقى لسه اغيره فجاي بقى بص انتي بقى هتطلعي لي بقى برحة البصة بتقول تلا والله يطنت انا مش راي ده انا كله زي الفل ده الاكل خلص خلاص وبتاع هادخول اغير هدومي عارفة حيك بجد اللي احنا بنتفرج عليه والله موجود في الحياة بجد فضلت بقى كده لحد ما جبتهم بقى بيتنا في اسكندرية اه في لورون فيلا وبتاع فقلت لها ايدي البيت اللي حيك عايزة تشوفيه كون ان انا سكنة في شقة صغيرة وقت الخير جدتي انها ديت هالي ان انا عايش فيها لما جيت مصر اه وان انا عايش فيها عادي جدا الواحد بيعيش في كل حد جبتهم بقى اسكندرية وفي اسكندرية رفقتها قلت لها انا مش موافقة مش موافقة وهو عيني غلبان ما هو غلبان بقى مش موافقة عليكي خلاص هو عندوش شخصية قوي كده يعني